فيلمنا بيبدأ في مملكة بريطانيا في فترة الحرب بينها وبين فرنسا وبتبدأ القصة مع إبيجيل وهي في طريقها للأصر الملكي وبتقع من العربية بعد ما تحرش بيها واحد من الركاب وبتكون إبيجيل بنت عم سارة أو ميسيز ميرلبورو واللي بتكون المسؤولة عن شؤون الملكة واللي بتبقى في نفس الوقت زوجة قائد الجيش ميستر ميرلبورو وبتدخل إبيجيل للأصر وبيستقبلها الخدام وبتوديها واحدة في يوم للحمام عشان تنظف نفسها وبتدخل إبيجيل من الباب وبتلاقي قدامها سارة ومعها جوزها قائد الجيش ومجموعة من النبلاء فبتتحرج إبيجيل جدا وبتعتذر لهم عن مظهرها السايق وبيكون معارسلة من والدتها لسارة بتطلب منها أي وظيفة لبنتها فبتترق سارة عليها هي واللي معيها وبتقول لها إنها ممكن تشتغل كوحش تخوف بيه الأطفال فبتاخد إبيجيل الموضوع بهزاره وبتقول لها إنها موافقة وبتعمل حركات متحكة وكأنها وحش وبتعتذر مرة تانية عن منظرها وبتقول إن الخادمة عملت فيها مقلة بسخيف وبدل ما توديها الحمام وديتها غرفة سارة فبتسألها سارة عن نفسها وبتعرف إنها فعلا بنتعمها وبتقول لها إنها كانت بتحب والدها جدا فبيرد واحد من النبلاء وبيقول إن والدها مشهور بسكره وإنه في النهاية حرق بيته وحرق نفسه بسبب إدمانه على الأمر ومات وعلى الرغم من كلام سارة ومعرفتها بإبيجيل تعتبر سيدة من سيدات المجتمع مع تعليمها العالي وقدرتها على التحدث بأكتر من لغة إلا إنها عملتها وحش وخلتها تشتغل خدمة في الأسر وبتردأ إبيجيل بأي وظيفة وبتبدأ شغلها لكن الخدم ما بيبقوش بيحبوها لإنهم دايماً بيكونوا حاسين إنها أعلى وأجمل منهم وبيفضلوا يعملوا فيها مقالب طول الوقت زي إن في مرة واحدة من الخادمات بتديها مياه عشان تمسح الأرض لكن أول ما إبيجيل بتحط إيدها في المياه بتتحرق بسبب قوة تركيز الكولور فيها وبتصرخ من القلم وما بتقدرش تعمل حاجة وبتضطر ترضى بالوضع اللي هي فيه وبتنم إبيجيل مع الخادمات اللي بيبقوا بيناموا كلهم في مكان واحد وبتكون مش قادرة تتعود على اللي بيحصل وفي غرفة الملكة واللي بيكون اسمها آن بتبقى معظم الوقت منعزلة عن الناس ومش بتدخل في الشؤون السياسية للدولة إلا نادراً وبتبقى سعبة المسؤولية كلها على سارة لإنها بتكون وثقة فيها وبيظهر عداء قوي بين زائم المعارضة هاري وبن سارة وده لإن هاري بيكون عايز يعمل اتفاقية سلام مع فرنسا وهدنة بوقف الحرب وده لإن الشعب بيموت ومش لا يأكل وكمان بيدفع ضرائب بتمول الجيش اللي بيفقد بسبب ولاده وده على العكس سارة اللي بتكون شايفة إنهم لازم يقضوا على الفرنسيين تماماً عشان ما يفكروش يهجموهم تاني وعلى الرغم من إنها الفريق المنتصر إلا إنها بتكون عايزة تكمل الحرب لكن الملكة ما بتكونش متفقة معاها وبتبقى عارفة إن الشعب مش راضي بالحرب لكن سارة بتقدر بطرقها الملتوية وإهام الملكة بإن ده الحل المناسب لمصلحة البلاد وبتضطر الملكة تسيبها تام لها عايزها وبتبقى سارة كامل المسؤولة عن خزينة القصر والمصروفات وكل حياة تخص القصر والملكة وبتظهر إن فيها علاقة قوية جداً بين سارة والملكة وده لإن سارة بتفضل دايماً جنب الملكة في كل الأوقات وحتى في المرض وبتكون معا من زمان جداً بس سارة بتستغلي دايماً حب الملكة لها عشان تنفس قرارات مصرية ويا إما الملكة تعرف بالصدفة أو تحاول سارة تقنعها بطريقة الماء وفي ليلة بتتعب الملكة جداً بسبب داء النقرس وبتستدعي سارة الخادمات واللي في وقتها كانوا بيحطوا اللحم في أماكن الألم وبيقع الاختيار على إبيجيل عشان تحط اللحم على رجل الملكة وبتفضل تعمل كده كل يوم لحد ما بتقرر إنها تخرج برا القصر وبتسرق حصان من إحسانة القصر وبتروح لغيبة وهناك بتجمع مجموعة من الأعشاب اللي بتكون عارفة إنها مضادة للالتهاب ومسكنة للألم وبيشوفها واحد من المساعدين هاري في حزب المعارضة وبيظهر إنه أقع جبيها وبعدها بتروح إبيجيل لغرفة الملكة وبيبقى لازم يكون عندها سبب عشان تدخل عليها وهي نايمة فبتجدب على الحارس وبتقوله إنها جات هنا بأمر من طبيب الملكة وإنه لو ما فتح لهاش هيكون مسؤولة عن النتيجة اللي ممكن تحصل للملكة لو اتأخره كتر من كده وبيقتنع الحارس بعد ما بتقدر تخوفه وبيخليها تدخل الغرفة وهناك بتحط إبيجيل من الدواء اللي عملته على رجل الملكة في الوقت اللي بتدخل فيه سارة وبتسألها عن اللي بتعمله فبتقولها إبيجيل إن الملكة صابت عليها وإنها بتحط لها مسكن للألم عملته بنفسها فبتدق سارة عليها وبتسألها إزاي دخلت للغرفة فبتحكي لها إبيجيل الخدعة اللي عملتها فبتتعصب سارة وبتستدر حراس عشان يقبضوا عليها ويجلدوها ست جلدات وبتنهر إبيجيل وبتحس الطعم الإهانة بعد ما كانت سيدة من سيدات المجتمع وبياخدها الحارس عشان يجلدها في المطبخ وقدام كل الخادمات اللي بيظهر إنهم فرحنين جدا فيها في الوقت ده بتكون سارة في غرفة الملكة ومعها زعيم حزب المعارضة وزعيم الحزب الملكي جولدنبرج وبيتناقش في خطة الهجوم على فرنسا لكن فجأة الملكة بتقول إن الألم ما بقاش موجود وبتسأل إيه اللي على رجليها خلاها ما تحسش بالألم وبتكون مبسوطة فبتتر سارة إنها تروح تمنع جلد إبيجيل وبتنزل بسرعة للمطبخ بعد ما بتكون إبيجيل تجلد التلات جلدات وبتتكلم معاها وبتبقى إبيجيل متقلمة جدا وبتحكي لسارة اللي والدها كان بيعملوا فيها وإنه كان بيرهن عليها في كل مرة بيلعب فيها أمار وكان بياخدها للغابة عشان يتنافس فيها الرهون واللي بيكون الدخول في علاقة معها مع اللي كسب وبتحكي عن الألم اللي كان بتتعرض له في مقابل إنها ما تعترضش عن اللي والدها عايزه وبتتأثر سارة جدا وبتسألها عن اللي حصل لإيديها المحروقة فبتحكي لها إبيجيل إن الخادمات مش بيحبوها وبتقول اللي عملوا فيها فبتقرر سارة ترقيها لطبقة الخادمات الخاصة بيها وبتخليها تلبس لبس مختلف عن باقي الخادمات وبيبقى لها غرفة لوحدها وبتبقى ملازمة سارة في كل مكان بتروحه وبتشوفها ويا بتكلف كل عامل في القصر بدور معين وبتبقى بتتعلم منها وبتقابل مساعد هاري في حزب المعارضة واللي بيظهر إنه معجب بيها وبتدخل إبيجيل مع سارة لغرفة الملكة وبتحضر اجتماع بين سارة والملكة وقادة الأحزاب وبيقرروا إرسال الجيش بشكل نهائي للقضاء على فرنسا تماما وبيتم الاتفاق على خطة الحرب وبيكون زوج سارة والقائد وبتكون نسبة المخاطرة في خطتهم عالية جدا خصوصا للصفوف الأمامية واللي هيكون جوزها فيها وبيخلص الاجتماع وفجأة بتكوح إبيجيل فبتعتذر للملكة وبتقول لها إنها أكيد جالها برد وهي بتجيب لها الأعشاب من الغابة عشان رجليها فبتعرف الملكة إنها هي اللي عملت الأعشاب وبتشكرها وبتمشي وبيظهر إن إبيجيل قصدت بين الملكة إنها اللي علجتها عشان تتقرب منها وبتبدأ إبيجيل تاخد على القصر وتتمشى فيه زي ما بتحب وبيظهر حبها للقراءة وبتدخل في كل يوم لمكتبة الملكة تقرأ فيها وفي يوم بتاخدها سارة معها للصيد وبتعلمها إزاي تضرب بالبندقية بدقة فبتسأل إبيجيل سارة إزاي تكون مصرة على قرار الحرب بالشكل ده على الرغم من إن جوزها ممكن يموت فبتقولها سارة إنها مستعدة تدفع تمن السلام والهدوء حتى لو كان التمن ده جوزها وإنها كمان دفعت التمن لما كانت بتوافق تنفذ رغبات والدها على الرغم من ألمها فبتنبهر إبيجيل بشجاعة سارة وقوة شخصيتها وبتتشجع تضرب بالبندقية بدقة أكبر وبتقدر تصيب أول هدف ليها وبتقابل سارة هاري في اجتماع مغلق وبتكون إبيجيل معاهم لكن هاري بيتعصب وبيكون عايز يقابل ملكة نفسها وبيقول سارة تفوق لإنها مش الملكة وعمرها ما هتبقى الملكة فبترد عليه سارة بكل هدوء وبتقوله إن الملكة وكلتها بنياب عنها وبتأكد على قرار الحرب اللي بيكون هاري الوحيد المعترض عليه وبيقول لها إن الناس مش لاقيه تاكل وما فيش فلوس في الدولة وإن الدرايب مش مكفية فبتأموره سارة يضعف الضراب على الشعب فبيتعصب هاري وبيكستر دي كورو الغرفة وبيقول لها إنها تكون سبب في سارة وبيقول لها إنه عايز معاها تاني مع الملكة وبيبصلها نظر التحدي وبيمشي وبيسيبها وفي يوم في المكتابة بتكون إبيجيل سهرانة تقرى في مكتابة الملكة وفجأة بتلاقي مدخل سري بتخرج منه الملكة ومعها سارة وبيظهر إن في علاقة محرمة بينهم وبتخاف إبيجيل جدا إنهم يشوفوها لكن إبيجيل بتقوله إن سارة سمحت لها تستعيره فبيقولها إنه مش مصدقها وإنه يروح يسألها بنفسه لكن إبيجيل بتمنعه وبتكون خايفة إن علاقة الملكة وسارة تتكشف وبتسأله عن اللي عايزه فبيطلب منها يتمشي مع بعض وبيطلب هاري منها تقول لكل حاجة بتحصل بين سارة والملكة وإنه عايزها تنقله الأخبار الخاصة بالحرب وشؤون الدولة في مقابل مصلحة الشعب لكن إبيجيل بتقوله إنها ما تقدرش تخون ثقة سارة وإنها مش بس الخادمة بتاعتها وإنها صديقتها وبنت عمها وإن على الرغم من إنها كانت سيدة وتحولت لخادمة إلا إنها لسه سيدة نبيلة في قلبها وإن أخلاقها ما تسمح لاش إنها تخون مهما حصل فبيقولها هاري إنه هيستنى تفكر تاني وإنه سارة مش بتعتبرها صديقتها ولا بنت عمها وإنها بس راضي عنها في الوقت الحالي وبيكمل وبيقول إنها تفهم قصده هتتفاجئ لما تصحف يوم من إنهم تلاقي نفسها نايمة مع الخدم أو في الشارع وفي تاني يوم بتصطدق إبيجيل مع سارة كالعادة وفجأة بتعترف لسارة باللي هاري طلبوا منها وبتقول لها إنها مستحيل لتخونها فبتسألها سارة لو هي فعلا هتكون مخلصة ليها وتحافظ على كل أسرارها فبتوعدها إبيجيل إنها هتحافظ على كل أسرارها وبعدها بتسكت إبيجيل للحظة وبتكمل كلامها وبتقول حتى أكبر سر ليه هتحافظ عليه وبتفهم سارة إن أصدها علقتها بالملكة وفجأة بتضرب بالمسدس عليها وبتعق إبيجيل على الأرض وبتفتكر إنها ماتت لكن المسدس بيكون فاضي فبتبص سارة إبيجيل بنظرة حزمه وبتقول لها إن واضح إنها ما تعرفش إن المسدس بيعمل صوت بعدما آخر رصاصة بتخرج منه لكن في ناس أحيانا ممكن تنسى وتفتكر إنه رصاص خلص وبتفهم إبيجيل إن سارة بتهددها بشكل غير مباشر فبتقولها بنبر تخوف إن أكيد اللي مسك المسدس هيكون واخد باله وبتمشي وبتسيبها وبتفضل إبيجيل تفكر طول الليل في كلام سارة وتهددها وبتقرر إنها لازم تحمي نفسها منها وبتستغل إبيجيل كل فرصة قدامها عشان تتقرب من الملكة أكتر وأكتر وفي يوم بتبعد سارة إبيجيل مكانها عشان تقعد مع الملكة في الوقت اللي هتحضر فيه جلسة استماع لرأي الأحزاب في الحارب فبتقعد إبيجيل مع الملكة واللي بيكون عندها 12 أرنب وبتستقرب إبيجيل العدد ده من الأرانب فبتقولها الملكة إن ما تلها 13 ابن ونعيد ميلاد كل أرنب من الأرانب بمسابة يوم وفاة ابن من أبنائها وبتبقى مسمية كل أرنب على اسم واحد من أيالها فبتتأثر إبيجيل جدا وبتعايت وبتعايت مع الملكة وبتبدأ العلاقة بينهم تتطور وبتبقى إبيجيل مسؤولة عن الاهتمام بالملكة وبتبقى بتقولها كلام حلو وبتعملها بلطف طول الوقت وده لإن الملكة بتكون فقدة صيخة في نفسها وعلى عكس سارة اللي بتكون صريحة لدرجة الوقاحة بتحب الملكة معاملة إبيجيل واهتمامها بيها لحد ما في يوم بتتجوز إبيجيل كل الحدود وبتدخل هي كمان في علاقة مع الملكة وبالليل بتيجي سارة لغرفة الملكة وبتتفاجئ لما بتشوف إبيجيل نايمة جنبها وبتتصدم وبتحس إنها أخدت مكانها وفي تاني يوم بتروح إبيجيل المكتبة وبتلاقي سارة وهي بترمي الكتب في الأرض وأول ما بتشوفها بترمي عليها الكتب بقوة بسبب غيرتها منها وبتقولها إنها مطروضة من القصر بتهمة السرق أو الكتب فبتخرج إبيجيل بره بسرعة قبل ما ترمي عليها كتب تاني وبتاخد كتاب منهم وبتفضل تخبط وشها الحد ما بتنزف من ملاخيرها وبتروح قدام غرفة الملكة وبتمثل منها بتعيت وبتحكي لها كل اللي حصل من سارة وفي نفس اليوم بتقرر الملكة إنها تخرج وفي طريقها للعربية بتقولها سارة إنها طردت إبيجيل لإنها سرقت منها لكن الملكة مش بترد عليها فبتستغرب سارة معاملة الملكة ليها فبتقول لها الملكة إنها سمعتها وإنها طردت إبيجيل من خدمتها لكنها الملكة وهي اللي حقاها تضرط كل اللي عايزها من أي مكان وبتقول لها إنها عينة إبيجيل خادمة شخصية ليها وبتنصدم سارة من كلام الملكة وفجأة بتشوف إبيجيل قدامها وهي لابسة في استاني السيدات وراجبها مع الملكة العربية وبيسيبوها لوحدها في القصر وبتروح الملكة مع إبيجيل لحمام خاص بالسيدات في مواد معينة مفيدة للجسم وفجأة بتيجي سارة وهي بتبص إبيجيل نظر التحدي معناها إنها مش هتسيب مكانها أبدا وبتقمر سارة إبيجيل إنها تجيب لها الفوطة بتاعتها لكن إبيجيل بترفض وبتقول لها إنها مش تقدر تسيب الملكة وبتعدي الأيام وبيزيد التوتر بين سارة وإبيجيل وفي يوم بيبقوا بيشتادوا وفجأة بيجي واحد من الحراس وأول ما سارة بتشوفه بتفتكر إن الملكة عايزها لكن الحارس بيقولها إن الملك عايز إبيجيل وبيزيد الحقد جوى قلب سارة وبتحاول بكل الطرق توقع بينها وبين الملكة وبتستمر بتهديد إبيجيل بطرق مختلفة بإنها ممكن تقتلها لو عايزة فبتقرر إبيجيل تسمع لنصحة هاري وتكون صداقات جديدة في القصر عشان تحمي نفسها وبتبدأ تتواصل مع هاري وتساعده في إيقاف الحرب في مقابل حمايته ليها وبيتفقوا مع بعض على خطة يتخلصوا بيها من سارة وقبل اجتماع الأحزاب بتحذر إبيجيل هاري بإن سارة قدرت تقنع الملكة بزيادة الضرائب وإرسال جيش إضافي للحرب فبيقرر هاري يعمل خطة زكية وفي تاني يوم في الاجتماع بتخرج الملكة عشان تقول كلمتها قدام الأحزاب وفاجأ بيطلب هاري من الملكة يتكلم قبلها وبيقوم من مكانه وبيشكرها إنها ما زودتش الضرائب على الشعب على الرغم من افتقار الدولة لأموال وبيقولها إن الشعب بيفقد كل يوم ابني ليه في الحرب ومش مستعد يدفع فلوز زيادة وبيحيي الناس الملكة وبيشكروها وبتتوتر الملكة جدا وما بتعرفش المفروض تقول إيه وبتبص لسارة اللي بتشاور لها إشارة معينة بتفقين عليها فبتمثل الملكة النغم عليها وبتعرف بعدها الملكة بإن قرار رفع الضرائب سبب حالة هاجل الشعب اللي هيكرهها فبتدق جدا من سارة اللي مش بتوصلها غير معلومات معينة وفي يوم بتبقى إبيجيل مع الملكة وبتيجي سارة اللي بتكون رايحة في مهمة برا القصر وبتودع الملكة قبل ما تمشي فبتعمل إبيجيل الشاي لها وللملكة وبتحط لسارة سمي فيه كنوع من التهديد وبتحس سارة إن في حاجة في الشاي لكنها ما بتهتمش وبتمشي وفي الطريق فجأة بيغم عليها وبتقع من الحصان وبتفضل رجلها متعلقة فيه وبيجري الحصان بيها لحد ما وشها بيتشاوه تماما وبتلايها واحدة من فتاة الليل وبتاخدها مع البيت الضعارة عشان تعالج جروحها وبتتأخر سارة على رجوعها للقصر وبتفكر الملكة إن سارة قصد تضيقها وبترفض إنها تدور عليها وبالليل بتتقلم سارة وفجأة بتصحى الملكة من كابوس مخيف وبتزعق في القصر كله وبتطلب منهم يدوروا على سارة في كل مكان لكن ما حدش بيلاقيها وبتقلق الملكة أكتر لكن إبيجيل بتهديها وبتشجعها تحضر الاجتماعات بنفسها وتاخد هي القرار وإنها مش مستنية صارة تقولها تعمل إيه وده لإنها هي الملكة مش سارة فبتتشجع الملكة فعلا وبتقدر إبيجيل تأثر عليها وبتخليها تلغي قرار الحرب وبتعمل معاهدة سلام مع فرنسا وبيفرحاري جدا اللي بيكون حقا اللي هو عايزه وبييجي دوره إنه يوفي بوعده تجاه إبيجيل في إنه يحميها وبيخليها تتجوز المساعد بتاعه وده لإن الجواز هو أكتر حاجة ممكن تحميها في حالة طردها من الأسر وبتوافق الملكة على قرار جوازها وبييتم بأسرع ما يمكن وبعد فترة من غياب سارة بتاخد إيه بيجيل كل وظيفها وفي الوقت ده بتكون سارة في بيت دعارة وبتطلب منها المسؤولة إنها تدفع لها مقابل قاعداتها عندها وإنها لو مش معها فلوس فممكن تقضي كام ليلة معهم بالفلوس اللي عليها فبتوصف لها سارة شكل قائد الحزب جولدنبرج وبتقول لها على المكان اللي هيكون فيه وبتقول لها إنه هيتفع لها اللي هي عايزاها وبييجي قائد الحزب واللي بيكون متعاون معها في قراراتها وبيخرجها من بيت الدعارة وبترجع سارة بوشها المشوه واستحافلة إيه بيجيل بتكون فيها وبتتخض إيه بيجيل جدا أول ما بتشوفها لكنها بتمثل إنها بترحب بيها لكن سارة بتكون متعصبة وبتطرد الكل برا الغرفة وبتضرب إيه بيجيل فبتبتسم إيه بكل برد وبتقول لها إنها هي اللي بدأت الحرب معاها وإنها بقت تحت إحماية جوزها فبتمشي سارة وهي بتعصبة بعد ما بتحس بالهزيمة وبعدها بتروح سارة للملكة واللي بتقرف جدا أول ما بتشوف شكلها وبتقول لها تبايد عنها وبتسألها لو هي هربت منها فعلا عشان تضيقها لكن سارة بتقول لها إن فيه مجموعة من الحرامية طلعوا عليها وسرقوا كل حاجة معاها وضربوها وبتحاول سارة تعرف إيه اللي حصل في غيابها وبتلاقي إن الحرب وقفت وتمت معادة السلام بينهم وبين فرنسا فبتحاول سارة تقنع الملكة ترجع في قرارها لكن الملكة مش بتسمح لها أبدا إنها تأثر عليها زي الأول وبتقول لها إنها أخدت قرار خلاص وندال أصلح لشعبها وبتطلب منها تبعد عنها وبتعدل أيام وبتحاول سارة تسترجع مكانتها عند الملكة لكن الملكة بتفضل متضايقة من سارة بعد ما فهمت إنها كانت بتخب عليها حاجات كتير وكانت بتستغل سلطتها في إنها تنفس قرارات هي بس اللي شايفها صح فبتتعصب سارة وبتحس بالإهانة وبتقرر أكتر قرار هتندم عليه في حياتها وبتروح للملكة ومعها جوابات بخط إيدها وبتبقى جوابات فيها إحاقات جنسية ممكن تدمر سمعة الملكة وبتحددها إنها تبعطها للجرايد وده لإنها مستعدة تعمل أي حاجة عشان مصلحة بريطانيا وبتقمر سارة الملكة تعلن الحرب من تاني وتضرط إبيجيل وترجع منصبها فبتقرر الملكة إنها تضرط سارة نفسها من القصر وبترجع تاني على مدينتها وده بعد ما بتشجع إبيجيل بشكل غير مباشر إنها ما تقبلش بالتهديد في الوقت ده بتبقى سارة ندمت على قرارها ولإنها بتحب الملكة فعلا بتقرر تحرق كل الرسالة اللي بينهم وبتسلم كل المفاتيح اللي معها وبتجهز حاجتها عشان تمشي وبتحاول إنها تتكلم مع الملكة لآخر مرة وبتقولها إن إبيجيل عبارة عن شيطان قدر يوقع ما بينهم وإن لسانها معصول عشان كده هي بتحبها لكنها صريحة لإنها بتحبها بجد وما تقدرش تجذب عليها وبتحاول تستعطفها وبتقولها إنها لو ميشت مش هترجع تاني أبدا لكن الملكة بتبقى حاسة بالإهانة بعد تهددها ليها وبتقرر ما تسمحاش وبتطردها وبتعد الأيام وبتقرر إبيجيل تزور الحسابات عشان تثبت إن القائد من ربورو وزوجته كانوا بيسروا من خزينة القصر لكن الملكة ما بتصدقهاش وبتقولها إنهم مستحيل يعملوا كده وبإقالة القائد من ربورو من منصبه وبيبقى معاسرة كمان وبتتهمهمهم بالخانة العظمة وبتطردهم برا بريطانيا كلها وبتعد الأيام وبتكون إبيجيل في قمة ساعدتها بعد ما قدرت تحقق اللي هي عايزاها ومع الوقت بيزيد مرض الملكة وبيقل اهتمام إبيجيل بيها وبتشوف الملكة أخيرا إبيجيل على حقيقتها بعد ما بتحاول تقتل واحد من الأرانب بتوعها وبتحس باستغلالها ليها وبيخلص الفيلم على مشهد للملكة وهي بتفكر إبيجيل بأنها مجرد خادمة وبتخليها تدلك رجليها وهي مسكة شعرها ومحاسسها بالإيانة والحقارة وبنفها من النفس البشرية ممكن تتغير جزريا لو حاسد بالتهديد وأن الإنسان أحيانا ممكن يتخلى عن كل قيمه وأخلاقياته اللي تربى عليها لو سمح لشهوته وطمعه في أنهم يغلبوه وساعتها يتحول لشيطان في هيئة بشر زي ما إبيجيل تحولت الفيديو ده كتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه كريم طهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا الملخصات الأنيمي والكارتون سلام